السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء سنة تلت عدادي. اسعد الله اوقتكم بكل الخير. اول مرة نعمل مراجعة دين على قناة بتاع عرب. انا قام درس لغة عربية. بس انا خريج كلية دار العلوم. معايا لسانس في اللغة العربية وادابها والعلوم الاسلامية. في حلقة النهاردة والاول مرة بنعمل مراجعة دين اسلامي سنة تلت عدادي للترم الاول. هنحل اختبار شامل من كتاب الوزارة. بنهتم برضو بكتاب المدرسة. في نموذج اختبار موجود في كتاب المدرسة. هنحله مع بعض. احنا عندنا طبعا في سنة تلت عدادي سورة المؤمنون ضحفظ. لازم تحفظها. السؤال الاول اكتب من قول الله تعالى. ولقد خلقنا فوقكم سبعة طرائق. الى قوله ومنها تأكلون. لازم تكون حافظ سورة المؤمنون. علشان تقدر تسمع في الامتحان. وتكون خفظها كمان كتابة. يكون افضل. هنكمل الايات نقول وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرِ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَ فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ كده جاوبنا على السؤال الأول اثنين قال الله تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مُنْ طِينٍ هنا ألف بيقول لنا بيّن معنى كلمة سلالة وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ من خلاصة سلالة يعني خلاصة من طين هنا ربنا بيقول لنا إن الإنسان إن آدم مخلوق من طين وبعد كده ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ويعني علقة بين معنى كلمة علقة علقة يعني قطع الدم قطعة من الدم الجامد بين معنى كلمة علقة دم جامد أو دم متجمد وبعد كده فخلقنا العلقة مضغة يعني مضغة قطعة من اللحم وبعد كده خلقنا المضغة عظاما بعد كده بيحولها العظام وبعد كده بيكسر عظام لحم وبعد كده بينشأ خلق جديد بينشأ الإنسان وينفخ فيه من روح فتبارك الله أحسن الخالقين إحنا كده جاوبنا على آلف با تحدثت الآيات عن تطور خلق الإنسان وضح ذلك مستعنا بالآيات السابقة لسه آيلين إن ربنا بيخلق الإنسان مضفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كساء العظام لحما ثم إنشاء خلقا بنفخ الروح فيه في جسدي جيم قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وضح قدرة الله تعالى في خلق الإنسان من خلال الآيات السابقة نبدأ نقوله إن ربنا جعل أصل الإنسان من طين ثم تناسل الإنسان وتكاثر عن طريق التزاوج وجعل خلقه على مراحل ماء ثم دم متجمد ثم قطعة من اللحم ثم العظام ثم يكسوها باللحم ثم خلقا جديدا يظهر عظمة الخالق سبحانه وتعالى وأكدت الأبحاث الحديثة عند تحليل الإنسان بعد وفاته وجدت أن أصل الإنسان من الطين مكونات جسم الإنسان هي مكونات الطين دال حدد الكلمات التي بها حروف القلقلة والكلمات اللي فيها حروف مد إحنا عارفين طبعا حروف القلقلة بنجمعها في كلمة إيه؟ كطب جد كطب جد الحروف دي اسمها حروف القلقلة ويعني إيه قلقلة أصلا؟ القلقلة هي اضطراب اضطراب في الحرف الساكن عند النطق به حتى يسمع له نبرة قوية لما يجي أقول لك هات كلمة فيها حرف من حروف القلقلة بدور على الحروف دي عندي فين الكلمات؟ ولقد ولقد خلقنا وخلقنا يبقى بقوله كلمة لقد وكلمة خلقنا وعندي هنا كلمة نطفة يبقى بجيب له الكلمات اللي فيها حروف القلقلة وحروف المد عندنا كلمات كتير جدا حروف المد ولقد خلقنا أو نا الإنسان الألف سلالة طين مد بالياه ثم جعلناه الألف نطفة في قرار مكين خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا إنا برضو فخلقنا المضغة عظاما فكسونا برضو نا العظام مد بالألف لحمن ثم أنشأناه مده ثم أنشأناه خلقا آخر برضو مد تبارك برضو مد تبارك الله أحسن الخاء مد بالألف خالقي مد بالياه في مد كتير جدا أبدأ أجيب له الكلمات اللي فيها المد السؤال اللي بعد كده السؤال التاني بقى من الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريض على كل مسلم اختر مما بين القوسين واحد التعليم فرض لا يخص الرجال دون النساء يخص الرجال وحدهم يخص النساء فقط هو يخص الرجال فقط لا النساء فقط لا يخص الرجال والنساء أيوة لا يخص الرجال دون النساء مش بيخص حد دون حد بيخص الاتنين مع بعض يبقى نختار واحد اتنين العلم في الإسلام بيعين بيساعد الإنسان على بيساعد على الأمور الضرة أكيد لا الأمور النفعة أيها طبعا بسعدة على الانحراف أكيد لا با كان للمرأة نصيب في التعليم والمعرفة اذكر ما يدل ايه الدليل على ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ايه الدليل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلتقي مع نساء المدينة في المسجد في أوقات معينة كل أسبوع من أجل أن يتعلمنا منه الدين جيم ما قيمة العلم في حياة المجتمعات العلم بيعمل إيه المجتمع العلم يرفع من قدر الأمة يسمو بها يرفع من شأنها ويتقدم بها المجتمع ويتحقق الرخاء السؤال اللي بعد كده السؤال الثالث أكمل ما يأتي من موجبات الغسل واحد من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض أو النفاس عند المرأة أدى واحد اتنين من موجبات الغسل برضو موت المسلم إلا إذا كان شهيدا لو كان شهيد مش هيتغسل موت المسلم برضو من موجبات الغسل رقم تلاتة خروج ألماني في النوم أو اليقظ برضو دي من موجبات الغسل السؤال اللي بعد كده بقى انتصر المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروبهم مع الكفار بفضل التعاون بفضل تعاونهم اذكر موقف يدل على ذلك على التعاون اللي كان سببه انتصار المسلمين في عهد الرسول عارفين طبعا عندما أشار سلمان الفارسي بحفر خندق حول المدينة لمنع خيول المشركين من اقتحمها والتعاون هو تعاون المسلمون في بناء الخندق في حفر الخندق وعمل معهم الرسول بنفسه وتم حفر الخندق في ستة أيام جيم ما خصائص الاقتصاد في الإسلام موجودة هي في كتاب المدرسة خصائص الاقتصاد في الإسلام واحد أعطى لإسلام المرأة الحرية في التصرف في أموالها دون تدخل من أحد متى أصبحت في سن الرشد اتنين برضو من خصائص الاقتصاد في الإسلام أباحى الإسلام الملكية الخاصة وجعل منفعة المال منفعة عامة تعود بالفائدة على صاحب المال وعلى غير من الناس لأن للمال الرسالة في الحياة تقوم على تنمية المجتمع وإنعاش الاقتصاد العام للأمة ومتى كانت الملكية سليمة بعيدة عما يلوثها واجب على الدولة حمايتها وأن لا تنتزعها إلا بحق وللمصلحة العامة ثلاثة برضو من خصائص الاقتصاد إن الاقتصاد في الإسلام نظام يفرد على الفرد مجموعة من القيم والمسر العليا التي تجعله نظاما إنسانيا أخلاقيا وظفته إسعاد الناس في الدنيا والآخرة والملكية فيه لابد أن تكون من طريق حلال طيب ومن عمل مشروع لا يتعارض مع مبادئ الدين وقيام الإخلاق برضو من خصائص الاقتصاد في الإسلام رقم أربعة حدد الإسلام مجال تنمية المال أبح استثماره في كل المجالات التي تنفع الناس ولا تضر بمصالحه خمسة حرم النظام الاقتصادي في الإسلام كل أنواع الغش والاستغلال والاحتكار فليس منه قبول الرشوة أو انتهاز حاجة المحتاجين لزيادة السعر وليس منه ليس من الإسلام الغش في الكيلو الميزان قال الرسول من غشنا فليس منا فالإسلام حرم الغش والاحتكار وحرم الكذب والخيانة وخلف الوعد والمماطلة في أداء الحقوق وبرضو حرم الإسلام في النظام الاقتصادي الربا لما فيه من استغلال لحاجة الناس وأخذ مال الناس دون وجه حق وليما فيه من إناعدام للتعاطف والرحمة في المجتمع نرجع بقى للأسئلة يبقى احنا كده خلاص عرفنا خصائص الاقتصاد في الإسلام السؤال اللي بعد كده السؤال الرابع أجيب عما يأتي ألف أكمل شروط صحة الاغتسال إيه شروط صحة الاغتسال لا لازم نرجع لها برضو في كتاب المدرسة مهمة واحد النية اتنين غسل جميع أعضاء الجسم تعالوا نرجع لها كده في كتاب المدرسة عندنا برضو في كتاب المدرسة درس الاغتسال برضو مهم بيجي في الامتحان إن الإسلام شرع الاغتسال ليه ليكون المسلم نظيفا طاهر البدن لا يتأذى الناس من رائحة فينفرون منه ويبتعدون عنه والاغتسال سنة عند الذهاب إلى المسجد في الجمع والأعياد وأماكن لقاء الناس وقبل الإحرام في الحج طيب إيه الفرق ما بين الاغتسال والاستحمام برضو هناك فرقه بين الاستحمام والاغتسال حيث يكون الاستحمام للمظاف بواجه عام إنما الاغتسال فيكون للطهارة من شيء ما وهو ضروري لقيام المسلم بأداء الصلاة أو الحج أو كراءة القرآن في المصحف طيب برضو مهمة هنا خلي بالك منها موجبات الغسل موجبات الاغتسال قلنا انقطاع دم الحيض أو النفاس عند المرأة موت المسلم إلا إذا كان شهيد خروج المني في النوم أو اليقظة كل دي موجبات الغسل طيب إيه شروط صحة الاغتسال أركانه إيه أركان لما يجي يقولك إيه أركان صحة الاغتسال أو شروط صحة الاغتسال أهو النية دي الأركان لا يتم الاغتسال الشرع إلا بأمرين النية وتعميم الجسم غسل جميع الأعضاء تعميم الجسم والشعر بالماء الطهور دي الأركان دي الشروط طب إيه السنن؟ التسمية السنن بقى التسمية عند البدء غسل اليدين في الصفحة اللي بعد كده برضو من السنن الوضوء دال غسل الرأس تلات مرات الأولى فرد والمرة التانية والتالتة سنة غسل الشق الأيمن تغسل جنبك اليمين الأول من الجسم وبعد كده الجانب الأيصر وبرضو من السنن غض البصر عن العورة وأن يغتسل وهو مصطور عن أعين الناس يبقى إحنا عرفنا كده برضو من شروط صحة الاغتسال النية وتعميم الجسم والشعر بالماء الطهور بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا إلى ما يدعونا الحديث الشريف احنا لسه قيلينها دلوقت في النظام الاقتصادي إن حرم أهي حرم النظام الاقتصادي في الإسلام كل أنواع الغش والاستغلال والاحتكار فليس من الإسلام قبول الرشوة أو انتهاز حاجة المحتاجين لزيادة السعر وليس من الإسلام الغش في الكيل أو الميزان أو أنواع السلع أو الربع جيم ما علاقة الثقافة بالإنسان وما مفهومها الإسلامي تعالوا برضو راجع عليها من كتاب المدرسة عندنا برضو في كتاب المدرسة في درس الإسلام والثقافة والفنون أهو بيكلمنا عن الثقافة بيقول لنا الثقافة من الموضوعات المهمة في حياة الإنسان هو السؤال كان بيقول إيه؟ كان بيقول ما علاقة الثقافة بالإنسان أهو علاقته تتصل به تعبر عنه تسجل تطوره تبرز تقدمه على مر العصور والأزمنة والثقافة هي العلوم كان برضو بقيت السؤال بيقول ما مفهومها الإسلامي؟ أهو مفهوم الثقافة في الإسلام ده مفهومها الإسلامي إن الثقافة هي المعارف التي تدل على شخصية المسلم وتقوم على عقيدة التوحيد وعلى تطبيق الشريعة الإسلامية والتحلي بالأخلاق الكريمة ونكتفي بهذا القادر باتمنى كون إذا اتفادكم في مراجعة الدين في حلقة النهاردة بشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته